السلام عليكم ازايكم يا حبيبيو عاملين ايه? يارب تكونوا كويسين وبخير نهاردة ان شاء الله هنعمل مجموعة من مخبوزات الافران 3 انواع من المخبوزات بعجينة واحدة من نتجتهم طحفة جدا هشة وجميلة وخفيفة وقطنية وكمان سهلة في التشكيل يعني كل الاشكال اللي احنا شايفينها دي بقى أقل من كيلو دقيق 3-4 كيلو دقيق عملت بها 3 انواع من المخبوزات الحلو والحادق ونتجتهم زي ما انتوا شايفين روعة جدا اول نوع دي ترسب العجوة طبعا كل الافران مشهورة بيها سهلة جدا في التشكيل قطنية وخفيفة وهشة وكمان مزيد كل المخبوزات دي ان انت ممكن تعملي الكمية اللي انت عايزها وتشيلها في الفريزر وتطلعيها على طول قبل الاكل بربع ساعة او بنصف ساعة بكتير بتترى خالص كأنك لسا مطلعها من الفورن تاني حاجة القرص ودي انا حشتها حدقة يعني حشتها بالجبنة وبرضو زي ما انتوا شايفينها كده طرية جدا جدا هشة بطريقة فضيعة ومن جوة مفرغة خالص خفيفة تنفع تطور تنفع عاشا كمان ولادنا ينفع ياخدوا منها في المدرسة بدل السندوتشات جميلة مغزية مشبعة زي ما انتوا شايفينها كده زي الفل تلت حاجة خبز الدفيرة او الخبز المجدول وده برضو بتبع في الافران عملت بكل سهولة وكل المخبوزات دي ما اخدتش وقت خالص دايما قلتلكو كده بتلت ربع كيلو دقيق عملنا كل المخبوزات دي جميلة جدا طبعا بتفرق كتير لما بتعمليها في البيت بي ايه دي كنتش عارفة مستخدمة سمنة ايه وزيت ايه وكل الحاجات بتبقى نظيفة وعارفة جودتها وضمناها غير خالص ما بتشتريها جهازة يلا بينا نسمي الله على طول نبدأ في الطريقة اول حاجة هعملها هبتجي اجهز الخميرة بتاعتنا دي تلت ربع كوباية من اللبن الدافي او الحليب الدافي هحط عليهم معلقة من الخميرة كبيرة وعليهم معلقتين كمان كبار من السكر وحقلبهم وغطيهم باي طبق وحاسبهم على جنب كده لحد ما اطمنت ان الخميرة فعالة ونشطة قبل ما بتجي استخدمها خالص تانية خطوة هجهزها دول تلت ربع كيلو من دقيق دي المخبوزات حطيت عليهم زرة ملح ومعلقتين من لبن البودر وبيضة واحدة بس بدرجة حرارة المطبخ وثلت ربع كوباية من السمنة على الزيت ممكن يكون سمنة بس او زيت بس بس دايما بحب اعمل خليط من الاتنين وكوباية واحدة من الزبادي ده زبادي بلدي عادي الزبادي دايما بيدي المخبوزات التراوة والحشاشة وبيخليها طريقة جدا مهما قاعدت عندك ما بتنشفش والخميرة هي اشتغلت وبقت عليت فحبت داي اضيفها على الخليط بتاعنا والبيضة لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ مش عايزة حاجة تكون برده علشان ما تأخرش التخمير هقلب كله بالمعلقة ادخل كل المكونات في بعضها كده بس في الاول وبعدين هبدأ ادخل ايدي هاجن بايدي لو عندك عجان طبعا هتعجني به هيسهل عليك العجن لكن لو ما فيش هنعجن بأيدينا عادي بس المخبوزات كلها بتحب العجن كتير يعني علشان تضمنين المخبوزات بتاعتك تطلع حشة وطرية وقطنية اعجنيها كويس جدا مدة ما تقلش عن عشر دقايق لو في العجان كفاية خمس او ست دقايق بس وكل لما تعجيني العجينة اكتر كل ما هتريحك كمان في التشكيل يعني لما تيجي تفريديها وتشكيليها مش هتلمي معيك وتغلبك لأ هتبقى كده طيعة وطرية وكمان بالنسبة للبن البودر اللي انا حطيته ممكن تستغني عنه لكنه بيدي نكهة مميزة كده وبيخلي المخبوزات كلها لها طعم لذيذ ومميز فعلشان كده انا بحب اضيفه حتى في البتزا بتلاقيني على طول دايما بضيف معلقة واثنين من لبن البودر خلاص عجنت لحد ما العجينة بقت ملساء وطرية خالص هغطيها بقى بكيس او بستريتش وعليهم فوطة وحاسبهم في مكان دافي تخمروا طبعا الجو برد جدا فحتاخد حوالي ساعة او ساعة ونص مش اقل من كده في الوقت ده بقى هبتجى جاهز العجوة اللي هحشي بيها الترسة دي حوالي ربع كيلو من العجوة حطيت عليهم معلقة من السمنة البلدي وكمان معلقة سمسم بحب بحط السمسم دايما في العجوة بيدي لها طعم ملازيز كده وبتبقى مقرمشة بتبقى الحشوة بتاعتك كأنها فيها مكسرات هعجنها كويس جدا لحد ما تبقى طرية وبعدين هشكلها اصابع وكل ده بيسهل علي الشغل ساعة الحشو ودي اصابع الطمر خلاص بقت جاهزة معي بتكون بالشكل ده دي بقى العجنة بتاعتنا مرة عليها ساعة ونص بالزبط اتخمرت خالص بقت بالشكل ده ارتفعت ما شاء الله عليها رحتها جميلة هخرج الهوى منها وحاجنها هلم العجينة بقى يعني كده على بعضها وحبتجي اقسمها واشتغل فيها على طول قطعت العجينة بتاعتك على ثلاث اجزاء كل جزء في الثلاثة دول هعملوا نوع من انواع المحبوزات فحبتجي بالنوع الاول اخدت التلت الاولاني قسمتوا اجزاء صغيرة كل جزء فيهم هشكلوا على شكل كورة كده وحاسبوا على جنب يتخمر مرة تانية يعني يرتاح مش يتخمر هي العجينة طبعا متخمرها وجميلة خلاص فحاسبوا يرتاح شوية وحبتجي بقى اشتغل في كل قطعة كل قطعة فيهم هتبقى واحدة من الترسة اول حاجة هبتجي اعملها ايه هاخد هبتجي باول واحدة كورتها هاخدها كده افردها بالنشابة الصغيرة دي على شكل مستطيل صغير وهحط فيها صوع من اصابع الطمر وحبتجي اقفل عليها كويس جدا وحلفها لحد ما اخد الطول اللي انا عايزاه وخليها حجمها وسط يعني مش عايزينها رفيعة قوي ولا اضخينة قوي وده بيبقى شكلها لفتها كده على شكل كحكة وقفلتها كويس من الجنب علشان الحشوة متخرجش منها وما تفتحش اسناء التسواف الفرن وبالسكينة هبتجي اعمل فيها فتحات شايفين شكلها شكلها جميل جدا والطريقة التشكيل سهلة ما فهاش حاجة خالص وكل واحدة هشكلها حطها على صاج والصاج ده انا جهزته فرشت فيه ورق زبدة وكمان دهانته بالفرشة دهنة زيت صغيرة خالص هحط بقى للمخبوزات كل المخبوزات اللي هشكلها هبتدي احطها وكمان هغطيها يعني مش هاسبها كده علشان ما تبقاش ما تنشفش ده انا هغطيها تانية كمان علشان اديها فرصة ان لا تتخمر للمرة التانية فانا شكلت واحدة هنامل واحدة تانية كمان علشان الفكرة تتضح بحطها على مفرش العجل وبين الشابة الصغيرة بابتدي افردها على شكل مستطيل العجينة سهلة وبتتفرد معايا بكل سهولة بتتشكل سهلة جدا ده علشان طبعا عجنتها كتير فزي ما بقولكوا كده كل ما بنعجن العجينة كتير كل ما بتريحنا في التشكيل بفردها بحط فيها صوبع من اصابع الطمر وبقفل عليه كويس وبالفها هرول بقفلها كويس من الجنب على شكل الكحكة او دايرة وبالسكينة من الاطراف ببتدي اعمل فيها فتحات ما توصلش لحد الاخر يعني انا بعمل بس من الاطراف كده بديها الشكل اللي انتو شايفينه قدامكم دا عاملة زي شكل الترسة وده بيكون شكلها بتبقى زي الجاهزة بالزلط هنحامل من كل نوع اتنين بس قدام الكاميرا وهكامل الباقي الوحدي علشان ما طولش الفيديو قوي التاني نوع من المخبوزيات هشتغل فيها هو خبز الدفيرة سهل جدا برضو انا هعملها سادة ما فيهاش اي حشوات هاخد قطعة من الكرة العجين هقسمها كده على تلاتة وكل جزء من التلات اجزاء دول هلفوا رول اسبع طويل كده زي ما انتو شايفينه وبعدين هشبكهم من فوقوا هبتدي الفهم بالتبادل يعني هجدلهم كده على شكل الدفيرة نعمل واحدة تانية برضو باخد كرة من العجين بقسمها على تلاتة كل تلتفيهم هعملوا على شكل رول او اسبع طويل وخليهم بقدر الامكان يكونوا طول واحد ويكونوا صمك واحد برضو باشبكهم من فوق وببتدي بادل ما بينهم واجدلهم على شكل الدفيرة وده بيكون شكلها سهلة جدا جدا ممكن لأي حد يعملها بكل سهولة بالنسبة للنوع الثالث هعملها قرص محشية بالجبنة طبعا ممكن تغيروا في الحشوة ممكن تحشوها بالقرفة والسكر ممكن تحطوا على الجبنة ديت زعتر وزتون وفلفل كمان يعني براحتكم خالص دي ميكس كده من الجبن الرومي وجبنة الشيدر ومتزرلة كان عندي يعني شوية صغيرين من كل نوع حطتهم على بعض وببتدي حشي بيهم باخد كرة من العجين بفردها خالص وبعدين بحط عليها معلقة من الحشوة وبقفل عليها كده بتكون على شكل السرة بقفلها كويس علشان الجبنة ما تخرجش في الفرن وتتحرق وتلزق في الثوج وبحط كل القرس وكل الأشكال المخبوزات اللي أنا عملتها في السوق جنب بعض وبغطي عليهم بفوتة يعني أثناء ما أنا بشكل كده بغطي كل المخبوزات عشان أديها فرصة أنها تتخمر مرة تانية على لعقل نص ساعة تتخمر تانية قبل ما دخلها الفرن بالنسبة للخليط لحدهم بي الوش ده صفار بيضة عليه نقطتين من الخل ومع لقتين من اللبن الخل ده علشان أضيع الزفارة بالشوكة حقلبها كويس لحد ما تختلط وده شكل المخبوزات ما شاء الله الكمية حلوة عملتلي ستة من الترسة وأربعة من الخبز الدفيرة وكمان تمانية من القرس اللي هي محشية جبنة اللي ما بيحبش الحشوات اللي هي مسكرة فعملت الجبنة دي علشان برضو يبقى فيه تنوع كده في المخبوزات وينفع يكون عشاء حلوة يعني يكون في الحادق وفي الحلو هادي هنبقى وش المخبوزات كل لها بالخليط ده لو ما بتحبوش البيض ممكن تكتفوا بس بالحليب أو معلقتين من الحليب وتدوابوا فيهم ربع معلقة من القهوة سرعة الزوابان اللي هو النسكة فيه يعني بيبقى برضو دهان جميل جدا للوش وبعدين حارش على الوش سمسم وحبة بركة القرس الحادقة بما إنها فيها جبنة فطعم حبة البركة بيليق عليها قوي فحارشها من فوق بالنسبة لخبز الدفيرة اكتفت بالسمسم بس والترسة حبة بركة وسمسم مع بعض بينا بقى نروح ندخلهم الفرن هدخلهم رفة أوساط على درجة حرارة 200 هتقعد ربع ساعة بالزبط وده شكل المخبوزات الجميلة بتاعتنا بعد ما استويت خلاص هشة جدا طريقة سفنجية ريحتها خطيرة ريحة السمسم وحبة البركة كمان مالية للبيت كله مفرغة زي ما انتوا شايفين كده من جوة العجينة نكحة والطعم والريحة جميلة جدا بنسيب المخبوزات بتاعتنا دي في الفرن ربع ساعة ربع ساعة بالزبط ان اخدت اللون من فوق ومن تحت خلاص بخرجها لو بعد ربع ساعة لقيتها لسه وشها ابيض فبفتح عليها الشوية خمس دقيق بس وده فعلا انه اللي انا عملته طريت افتح الشوية خمس دقيق او اقل كمان حوالي أربع دقيق لحد ما اخدت اللون الدهب الجميل ده دي الدفيرة هشة وجميلة وقطنية عاملة زي العيش الفينة ورحتها تحفة وكمان الترسة شكلها تحفة اي حد حيكلها عندك مش هيصدق انك عاملها لانها شكلها زي الجهز بالزبط رغم انها سهلة في التشكيل ما فيهاش اي تعايد يعني تشكيلها اسهل ما يكون وطرية وقطنية وطعمها ورحتها يعني اكتر من روعة المخبوزات كلها طلعة ما شاء الله عليها جميلة جدا بس يا حبيبي ده كان الفيديو بتاعنا النهار ده بتمنى يكون عجبكم تكونوا استفدتم منه لو عجبكم الفيديو ولايك وشير واشتراك لقناة اشوفكم ان شاء الله في وصفات احلى شكرا ليكم سلام عليكم شكرا لكم